ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في الستوديو عضو مجلس الأمة الدكتور حمد المطر حياك الله معنا دكتور يا أخوي حياك الله دكتور الشاب الكويتي كله تابع ما حدث اليوم في جلسة مجلس الأمة والإساءة البالغة التي حدثت معك ولا شك أنها مستنكرة من الأغلبية وأيضا من الأقلية ومن كل الشرفاء في هذا الوطن دكتور صف لنا ما الذي حدث بالضبط وكيف كانت ردة فعلك إذا تصرف ذاك الناب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بشكوره أخوي زاك الله خير يقول الله عز وجل وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الحمد لله على كل حال أنا عزائي بعد اللي سار بذكر تفاصيله أهل الكويت عزائي ما وصلني من رسائل واتصالات عزائي أعضاء مجلس الأمة عزائي قناة اليوم عزائي أهل الكويت كلهم واللي قاله حقيقة في حقي بعد الإساءة الشخصية لي لم تكن شخصية بالإساءة لمجلس الأمة بالإساءة للشعب الكويتي بالإساءة للسلطة والأسرة إساءة لنا كلنا ماذا حدث وإحنا نقول اللي سار هذا وأكد على ما ذكره الدكتور جمعان حربش وجميع العضاء أنه هو أداة وهو ذنب وهذا الذنب اللي طلع رأس هذا رأس الجليد لكن تحت هذا الرأس ناس لذلك قبل أن يعني أدخل في تفاصيل ماذا حدث أنا أقول اللي ذكر العضو الفاضل مسلم البراك من بعض ذكر أسماء من بعض الأسرة الحاكمة رجال ونساء هذا كلام خطير اللي سار واللي قاله كلام خطير هذا يتطلب تدخل عاجل من الأسرة من السلطة حول هذا الموضوع لذلك أنا أرى أن لجنة التحقيق في هذا الموضوع غاية في الأهمية لأنه هي مو بس الشي اللي سار لي شلون سار لي وهذا الجوهل كان لأدوار شوف دوره في قاعة عبدالله السالم في استجوابه الشهير شنو قال حق رئيس مجلس الأمة المحشوم لما قال انزل تحت وارقص وضبط القعدة ثم مع ذلك ما ذكره قبله مع الأخ الفاضل العضو عبداللطيف العميري لما قال عنه تذاب ويكمل مسرحياته هو غير مركز وغير مسؤول وهو كلها لكويت يعرفون شنو سلوك هذا الرجل لذلك أنا أقول أذكر أخواني المواطنين في بيان صدر من مجلس الوزراء في 6-12-2010 بيان مجلس الوزراء استمع المجلس على الشرح الذي قدمه وزير الداخلية الفريق الركم جابر الخالد على تفاصيل جريمة الاعتداء المشين على المواطن محمد سالم جويهل وقد عبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الجريمة البشعة شخص نطق يطلع قرار وبيان من مجلس الوزراء عضو مجلس أمة ينشتم وينهان بهذه الطريقة وما نسمع بيان من مجلس الوزراء يجوز أنا ما أتكلم عن حمد المطرة أتكلم عن مجلس أمة قاعد عبدالله السالم الناس اللي بنوا الكويت الشيعة والسنة والحضر وبدو إي واحد غير مركز لا أخلاق له يتكلم بهذه الطريقة ويسبنا ويسب المجتمع الكويت كله هذا أمر غير مرفوض أنا ما أكلمه هذا بدام ذكر أسماء الشوخ أنا أطالب أبو السلطة جميعا حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفد أنا أطلبك شيخ صباح أطلبك أن حقنا تأخذه وأن حقي تأخذه من هل الكلام ما يجوز نعم دكتور كما قلت النأب مسلم البراك أتى على ذكر بعض الأسماء وأيضا النأب محمد الخليفة كان من المبادرين بالمطالبة بلجنة تحقيق حول ذكر بعض أسماء أبناء وبنات الأسرة الحاكمة لمعرفة هل فعلا هناك من يقف وراء النأب الذي تطاول اليوم في الجلسة عليكم دكتور ذهبت إلى المغفر ولكن قبل أن تذهب كان لك موقف في مجلس الأمة ولا شك أنك معذور في انفعالاتك داخل الجلسة نريد أن نعرف ما الذي تم توجيهه إليك وكيف قابلك هو ببرودة أعصاب أنا يعني اللي صار أمر مخجل وما أقدر أقول بعض الشتاء اللي عف لساني عنها اللي ما قدرت أقولها جدام المحقق حتى نقالي هاك ورقة وكتب شنو قال وكتبت ورقة وقالي لازم تذكر كل شيء عشان يفيدك في التحقيق اللي صارني أنا كنت قاري القانون المال المشروعات الصغيرة قانون براس مال مليارين دينار وكان فيه تعديلات وقدم تعديل أنا أعتقد أنه حيوي لأن يفيد الحكومة كان فيه خطأ في هذا الموضوع رفعت الجلسة إلى الساعة 12 لتعديل هذا الفقرة المادة أظن 11 من القانون الاقتراح بقانون ولما رجعت الجلسة كان عندي ملاحظة فكتبت ورقة لتعديل بعض مواد القانون ومتجه فيه إلى الرئاسة إلى المنصة إلى الأخ منزوق الغانم في الجلسة مو نتبه اللي كان أنا قاعد فيه مكان تحت صالعاشور كان موجود الجوهل فيه وكان يعني وجهه لي الأخ عدنان المطوع وأنا ماشي ويعني بسق تفل بعد شيء شنو غيره كرامي قال رجحت ليش سوي بدون سبب أبد يا رجل عمري ما عمري ما كلمته عمري ما سلمت عليه طال عليه قصة أني أنا متستر عليه مصحي هالكويت أنا قلت لكم في جلسة من الجلسات صالح عاشور وهو حي يرزق وراح يقول الحقيقة قال لي أنا نصحته أنه يطلع من الجلسة في يوم الأربع أذكره تماما لأنه ما كان متزن ما كان على وعيه كان فايحة أخلاقه هو يقول لي فطلع فطلعت تناقل الأخبار يقول أنا اللي طلع أنا ما طلعت أنا ما كلمت ولا مرة ترى أهوة على فكرة وهذه الحقيقة ويعلم الله أنا أول مرة أدري أنا أول مرة أشتكي في حق شخص لأنه لما رحت كان يقول المحاقق يقول لي أقسم بالله أعطاني قلت له ليش أقسم ما عندي مشكلة بس الواحد العادة يروح مقفر يقسم قاله لما تشتكي لازم تقسم قاله والله أول مرة أقدم شكوه في حياتي على أي حال الجويل كان يسب في كل جلسة يسبنه وسبني ترى هذه ثاني مرة يسبني بس أنا ما تفهم خليته وكل واحد من النواب اللي ما يون على مزاجه يسبهم سب مبرح لكن كان مو بالكاميرا وكان يبي يستفزنا وقلت لأني أنا قاعد في مكان يمهم ما أرض عليه ولا أتشكه ولا أقول حقه أحد ما أريد فتنة لكن لما قلت لي ليش قلت لي كلمة أكبر كلمة وان قدرت أقولها حتمت الدام بالقاضي بين المحاقق بين وبين كتبت أبورقة بعدين قال لي أطقك بهذا على ويك وأطقك بالقزمة على ويك ورحت بعدين بعدين فعلت شوي مع لعظها وبعدين تم يعني الأخ الرئيس رفع الجلسة وبعد الجلسة طبق اللائحة 89 من دستور بشطب يعني أسبوعين أرجع وأقول هذا هذا ما يهمني لكن يهمني من وراه الأسماء اللي انقالت من الشيوخ ومن شيخات أنا أطلب أطلب حقي حقي مو حق حمد المطر حق الشعب الكويتي حق هذا المكان اللي إحنا لا نزال وسنظل نفتخر فيه قاعة عبدالله السالم أنا أطالب حضرة صاحب السمو في التدخل في ناس من الأسرة ينقالت مو من حقي أنا كعضو أمثل الأمة ما أمثل نفسي يطلع بيان من مجلس وزراء ما يطلع بيان من مجلس وزراء والله يقولون خميس شنو خميس مو أيام حكومات سابقة كان يوم خميس ويمعه ولغيت قرارات لا نحن تكره كان يوم يمعه وخميس وغير حدث مثل هذا الحدث اللي يصير بهذه الاهانة بهذه الشتيمة بهذه الطريقة لنواب من واحد حقيقة لا يستحق صفة أن يكون نائب وما نشوف بيان ما نشوف أنا عزاء أهل الكويت أنا عزاء النواب أنا عزاء أنتو ولا الحكومة هذه تعودنا عليها حقيقة برودة أعصاب كلام اللي قالوا أخواني أعظام تس أمة والتغريد اللي اللي سار وأنا ما قدرت حقيقة أرد عليك الإتصالات لكن أنا عرى أنه الآن فيه دور تاريخي ومفصلي للجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الأمة يعني إحنا لازم حقيقة نبحث هذا الموضوع بحث عميق ولازم ننظف قاعة عبدالله السالم من جميع ما فيها من مشاكل من جميع ما فيها من خبث من جميع ما فيها من أذناب وأدوات تستخدم عيب على الناس اللي انذكروا أساميه ماذا صح أنه يكون مول بل الله المعلومة اللي قالها اليوم أكدها مسلم وأكدها طريجي أن السيارة اللي يمتلكها هذا الجوهل وقاله اسم شيخة باسمها يعني هذا دليل قاطع أنه في علاقة يعني شنو سيارة باسمها يعني شنو هي توصلة ولا هي بسيارتها هذا كرام غير مقبول ومع الأعضاء شنو قال شنو فادتها للجنسية الكويتية وهذا نداء للأسرة والأخواني والمواطنين والمواطنات هذا كويتي اللي يقول أنا من بطنها وأنا من أصلها وأنا مرقاب شالكلام الفاضي شنو فادتك وانت من أهل مرقاب وبطنها وجنسيتك ومادتك الأولى إذا لم ترتقي بأخلاقك ولم ترتقي في برك في قسمك إن كان قسمك صحيح وإن كان أنت تعي ما تقول أحد أولى من بطنها عضو مجلس أمه شنو سويت أهنت شعب الكويتي أهنتني شتمتني شتمت أهلي شتمت أسرتي شتمت قائد عبد الله السالم لووط قائد عبد الله السالم شفادتك الجنسية فادتك الجنسية ولا متجنس سنة سبعين ولا متجنس تسعين ولا متجنس خمسة وتسعين ولا طالع اسمه أمس في الكويت اليوم مجنس بأخلاقه الجنسية شنو الجنسية يعني ورقة تكون عندك وخلاص ويكون عندك سكر الغفران أم الجنسية هي أخلاق وأنك تشرف هذا الجنسية إن كان هناك واحد لازم تسعب من الجنسية فهذا الشخص المعتوب لأن أساءل الكويت وأساءل أهل الكويت وأساءل قاعة عبدالله السالم ويتكلم عن الجنسية جنسية وماكو أخلاق شا تفيدك وين تودي ويك بالناس أنا رسالة كثالك أنا آسف والله قاعد أتكلم يمكن أكون من فعل لكن اللي صار والله شيء ترى أنا الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله أنا ما مدت إيدي على ترى لو مدت إيدي عليه ما أحد يلومني لا أحد يلومني واحد يسبك ويسب أهلك ويسب أسرتك دون أي مبرر والله ما كلم والله ما شفته أنا سمعت إنه واحد سوى حركة في بلسانة بعدين رجعك قلت ليش تسوى تشديد سبني سبه أخرى لو قايل لي مو عنك تا مشيت عنه أو مو قصدي أنت مشيت عنه ولا صار شيء أنا أخوان الدائرة الثالثة وجه السؤال لهم ما أقوله ثمنتالاف صوت ياخذ هذا الشخص ما أقوله ما أقوله في لحظة من اللحظات نفقد عقلنا نفقد قلمنا ما أقوله في واحد يسوي صح حق هذا الرجل بسبب ردد أفعال ما أقوله تليسير بالكويت بعدين نقول والله مؤزمين بعدين نقول أغلبية بعدين نقول أقلية كالأغلبية والأقلية تفقد على تطبيق اللائحة ما يجوز هذا الكرام والله إساء اللي صار والله العظيم ما قدرت أنام اليوم اليوم أنا سكت موبالي بس قاعدة طالع تويتر وما قدرت أتحمل لكن أغلبية عزائي مهل الكويت كنت أتمنى أن السلطة تتفاعل كنت أتمنى أن مجلس الوزراء يتفاعل لكن علق البيان وإن كان مجلس يعني واقب أكون منصف المجلس الوزراء اللي كان موجودين في لقاعة صوته مع القانون لكن كان منفروض بيان لما جويه الانطق وشخص عادي وقته يطلع بيان لما جويه ال يروح المستشفى يقولوا لي المستشفى أن بكيهات الورد ما غطت المستشفى لدرجة خافه على الناس من الحساسية لما الشيوخ ومحافظين وشيوخ حكام يتسابقون ويتدافعون حق الجويه ال وهو ينطق وهو شخص عادي وغلط على الناس وغلط على كرامة الناس والقبائل وشتم وقذف وسب وطعن طعن في حتى في نساء عوائل لما هذا ينزار هذا النكرة ينزار في المستشفى من الشيوخ للأسف عكام من درية مبارك لما حمد المطر ينطق بهذه الطريقة ولا التليفون يلي منهم ولا التليفون يلي من شيخ بس شرها مو عليهم نعم دكتور كما قلنا لك فعلا أنت معذور في ردود فعلك سواء الآن أو في وقت لاحق لكن دكتور أيضا عزائك بأهل الكويت وممثلوه هذا الشعب اليوم كانت لهم فزعة طيبة معك واستخدام المادة للمرة الأولى وتفعيل اللائحة إزاء هذا النائب لكن دكتور نحن نسألك أيضا أنت اليوم لم تصوت مع النواب الذين كان لهم موقف رائع وراقي جدا في الانتصار لك وأخذ حقك كما قلت لعله يكون عزاء لك من هذا الموقف السيء اليوم تم تفعيل اللائحة ومنع هذا النائب من الدخول إلى المجلس أسبوعين أنت لم تصوت دكتور ما الذي منعك؟ أنا امتنعت لأن الموضوع مسني وأنا جز منه وحسيت أني امتنعت لمهنيتي صراحة وإن كان كان في تأييد بالتوتر وكان في ليش يعني لو في إجراء ثاني ضد على أخلاقها من شخص آخر أو مبدأ عامت عن صوت معه لا شك لأن كان الموضوع مرتبط بشخصي فأثرت الامتنع يعني صراحة يعني أكون بأكون مهني أكثر واستشرت حقيقة النواب اللي خلفي واستشرت أكثر من نائب قالوا بالفعل هذا بالأسقل صائب لكن ما أدري اللي سويته صح ولا غلط هذا يعني ما أدري لكن أنا أعتقد لأن الموضوع كان شخصي وكان يتعلق فيني فالمتنع أخواني ما قصروا من لضاء مجلس أمة الموجودين من الجميع ومن الحكومة بعض أفراد بعض الوزراء اللي كانوا موجودين والحمد لله على كل حال أنا بعد هالمشهد اللي سار أتمنى حقيقة أن نحن نستفيد من أخطانا أتمنى أن دور اللجنة القانون التشريعية والقانونية في مجلس أمة وهي أمام وهي أمام يعني أنا أعتقد حدث تاريخي ومفصلي أن نفعل دور اللائحة ونفعل دور المجتمع المدني ونفعل أدوار يعني خلاص يا جماعة وين رايحين وبعدها أرجوكم أخواني لا تقولوا قاعة عبدالله السالم صار فيها تشذي صار فيها من ناس عندهم رسالة وعندهم هداف معينة قاعد يستخدمون للأسف الشديد من بعض أفراد الأسرة والأسف الشديد من بعض المتنفذين ومن الأيتام السابقين اللي لا شك أن مشهد التشريع اللي قاعد نقوم فيه كل يوم في قاعة عبدالله السالم مؤلم لهم ما يبودنا ناخذ بحي نقوم عصي عليكم حينا بنستمر وأنا يكفيني عزاه الأهل الكويت بنرجع في جهسات قادمة بنقدم أولوياتنا بنقدم الثمانية وعشرين أولوية اللي عندنا وبنقدم التشريع وأنا آسف يا أهل الكويت إننا مشروع بالمحفظة مليارين دينار الكويت ما مر بسبب الحدث لا كليبة أنا نسيت الوضع وبنرجع بإذن الله بعد سبوعين إن جهس تجواب نتعامل فيه بشكل دستوري وبنقل صفحة بنحط أولوياتنا بنحط تشريعنا وبعدين الحل بيرهبونا من الحل حال يخاف من الحل حنا يهمنا فقط إننا نقول الشعب الكويتي اللي صوت لنا للتشريع إحنا قدمنا التشريع ولم نخفى المساعلة نعم أن أبا الدكتور حامد المطر محشوم أنت وعائلتك الكريمة وشكرا جزيلا لك زاكر الله خير مشكور